معروف جداً إنه في منظور الدولة في ملفات كتير جداً جداً تدرس وتناقش وتطرح في نفس الوقت وده الأمر الطبيعي والمتوقع في منظور المواطن من زاوية كل واحد فينا كل واحد بيبقى بالنسباله الملف الأهم والملف الشخصي بتاعه وبالمناسبة دي مش حاجة فقوية خالص دي حاجة منطقية جداً وطبيعية جداً عشان كده مهم جداً إنه كلنا نبقى مشاركين في كل القرارات وفي صناعة القرارات في الدولة وبالتالي مثلاً يعني لو أنت مثلاً ولي أمر ومن المهتمين قوي بالتعليم فهتلاقي نفسك طول الوقت متابع ملف التعليم إيه التطور اللي حصل فيه التغييرات اللي بتحصل فيه الجديد اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل لو أنت مثلاً بتشتغل في مجال قطاع الأعمال أكتر حاجة هتكون بتشغيلك وهدب أنت بتزق الدولة فيها وبتحرك الدولة فيها وبالمناسبة وبتضغط على الدولة إنها تحقق لك الحاجات اللي تساعدك في شغلك وده دور مهم جداً من أدوار المواطن إنه يوصل صوت وإنه يبقى الأمور تسير لراحته ولخير وعشان أنت لو شخص في قطاع الأعمال وبتشتغل تشتغل كويس فتكسب كويس فتدفع درايب للدولة فالدولة تقدر تكمل وتديك خدمات وهكذا كل واحد فينا في ملفه مسؤول مش بس عن إنه يقدي دوره كويس لكن كمان مسؤول عن جزء من صناعة القرار بالمناسبة في بقى واحد من الملفات اللي مقدرش أقول إنه ما بيتكلمش عنها غير المكلومين بيها أو المتصلين بيها بشكل مباشر لا ناس كتير جدا بتتكلم عنها لكنه ملف كثيرا ما يغيب في وسط ملفات كتير مهمة مطروحة يعني على مائدة الحوار من ضمن هذه الملفات ملف المحبوسين احتياطيا والموجودين في قضايا الرق المحتجزين في بعض القضايا والملف ده تحديدا كان منطقة محظورة في فترة ما لكنه الحقيقة ولازم نرجع نفكر نفسنا ونأكد على الحكاية دي بدءا من شهر رمضان الماضي الملف ده ما نقدرش نقول إنه انتهى تماما لكن بيتحرك بشكل جيد المهتم بالملف ده يعرف إنه لجنة العفو الرئاسي منذ تشكلها في رمضان عشرين اتنين وعشرين في مايو في شهر مايو اللي فات منذ تشكلها الجديد وهي بتعمل شغل كويس جدا على الأرض النهاردة تحقق انتصار ما قدرش أقول لجنة العفو بس لكن لكل المهتمين بحقوق الإنسان في مصر والمتابعين لهذا الملف إنه بالإخلاق سبيل تلاتة وتلاتين شخص النهاردة بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي لهم النهاردة تقدم أعضاء لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير لرئيس السيسي على دعمه المستمر في ملف المحبوسين بعد إخلاق سبيل الثلاثة وتلاتون شخصا بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي له أعضاء لجنة العفو الرئاسي أيضا وجهوا الجزيل من الشكر والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام وبالشكر لوزارة الداخلية على ما تبدله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنه